بسم الله الرحمن الرحيم وفي المجال العملي حبينا نعمل لكم الحلقات دي لكل أفراد الأسرة لكل المشاهدين بحيث أن نستفيد من دراستنا النظرية في المجال التطبيقي وإنتاج مشروعات أو عمل مشروعات بيستفيد منها المواطن في شتى المجالات التطبيقية اعتمادا على الخلفية النظرية التي تم دراستها وبينطبق علم البيولوجي التطبيقي وعلم المايكروبيولوجي في الحياة العملية حلقة النهاردة حلقة متميزة لكل أفراد الأسرة بنتناول فيها علاقة علم البيولوجي أو علم الأحياء بالأمراض التي يسببها الكائنات الحية للنبات والإنسان والحيوان وأهم الأفات الحشرية والحيوانية التي تسبب أضرار خطيرة جدا في الاقتصاد القومي وكيفية التغلب على هذه الأفات وهذه الأمراض تعالوا بنا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقة النهاردة ونتناول فيها المقصود أو إيه هو مفهوم علم أمراض النبات إحنا تناولنا في الحلقات السابقة مجالات أو العلم البيولوجي والفروع اللي بيتناولها علم البيولوجي وكان منها علم النبات النهاردة هنتناول فرع من فروع علم النبات اللي هو علم أمراض النبات يعني الأمراض اللي بتصيب النبات سواء كانت هذه المسببات مسببات حية أو مسببات غير حية علم أمراض النبات هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض النبات المريض فقط أثناء تواجده في الحقل يعني من بداية الزراعة وحتى نموه والحصول على محصول وأثناء عملية النقل وأثناء عملية التخزين أو التسويق أنا بدرسه من حيث المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار هذا المسبب المرضي ودورة حياة المسبب المرضي وكيفية التغلب على هذا المسبب ومقاومته وعلاجه تعالوا بنا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقة اليوم وحنتناول فيها إيه هو علاقة علم الأحياء بعلم أمراض النبات وكيفية التغلب على هذه الأمراض علم أمراض النبات هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته النباتية أثناء النقل والتخزين والتسويق وبدرسه من حيث طبيعة المسبب المرضي ودورة الحياة والأعراض المرضية والظروف الملامة لانتشار المرض وطرق الوقاية والعلاج لهذه المسببات طيب الأعراض المرضية يعني أنا بستفيد من دراسة الأعراض المرضية في إيه بستفيد منها أنه من خلال المشاهدة والفحص الظاهري لهذه الأعراض أو الفحص التشريحي يعني أن أنا أخذ عينة وأفحصها سواء في الحقل أو في المعمل بحدد من خلال عملية الفحص اسم المسبب المرضي وكذلك يعني بشخص المرض وكذلك بكتب العلاج أو بستخدم طرق المكافحة المناسبة لهذا المسبب إحنا درسنا خلال الفترة السابقة الأعراض المرضية أنتوا عارفين أنه النبات كائن حي يقوم بجميع الوظائف الحيوية للكائنات الحية ولكن بيختلف عنها في بعض الأشياء بيختلف عنها في وحدة البناء وحدة البناء طبعا في النبات بتكون الخلية النباتية بينما في المملكة الحيوانية وحدة البناء بتكون الخلية الحيوانية أيضا بيختلف عن الحيوان في نوع الحركة الحركة في النبات زي ما أنتوا عارفين بتكون حركة من نوع المحدود بينما في الحيوان بتكون حركة غير محدودة لانه له القدرة على التنقل من مكان الى اخر ايضا من ضمن الاختلافات انه طبعا النبات كائن حي صامت يعني لا يتكلم ولذلك هناك من الصعوبة بمكان ان انت شخص المرض النباتي لانه النبات لا يعبر عن ما يشكو او لا يعبر عن مرضه طب ازاي انا احدد النبات مصاب بايه ممكن احدد بطريقتين لاما الاحظ وجود المسبب المرضي ويبقى ده شيء كويس جدا احدده سواء بالمكروسكوب الضوي او بالمكروسكوب الالكتروني او بالنباتات الكشافة او بالاختبارات الكيموية او بالاستشعار عن بعد او ممكن احدده ايضا بافتراضات العالم كوخ او ممكن احدده بالتقدم العلمي اللي موجود في مجال تشخيص المرض النباتي في الاونة الاخيرة اللي هو بيعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام او تحديد الدي انيه الخاص بكل مسبب مرضي العراض المرضية تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بيها عن مرضه لانه ما بينطقشي طيب التعبيرات دي او العلامات دي بتبقى نتجة عن ايه؟ بتبقى نتجة عن الخناءة او المعركة او النزاع اللي موجود بين المسبب المرضي والنبات المصاب والنزاع ده بيبقى قائم على الحصول على الغذاء لان المسبب المرضي لا يستطيع ان يجهز غذاءه بنفسه ولذلك بيعتمد على العائل اللي هو النبات المصاب في الحصول على الغذاء وبالتالي بيكون فيه مناعة او بيكون فيه ريزيستنت او بنقول عليها مقاومة من النبات لاقتحام او لدخول المسبب المرضي لكي يحصل منه على الغذاء يبقى العلامات او العراض المرضية بتفيد في تشخيص المرض النباتي وتحديد المسبب المرضي انا درست اربع علامات رئيسية لاتتغير في اللون يعني انا لما انزل اي مزرع او اي حقل ولاقي النبات واخد لون غير لونه الطبيعي على طول قريدي اقول لا النبات ده فيه حاجة مش طبيعية فلازم ان انا افحصه واحدد المسبب المرضي واحدد اسم المرض وازاي علمه تاني حاجة موت الخلاة والانسجة وده بتشمل حاجات كتير جدا منها تبرقش البصرات التسقيب حاجات كتير جدا وايضا الزبول انتوا عارفين انه في عندي نوعين من الزبول زبول مرضي وزبول غير مرضي والزبول المرضي بينقسم لقسمين زبول النباتات الكبيرة وزبول البادرات واخر حاجة معنا في الاعراض المرضية اللي هو التغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية يعني النبات بيكون واخد حجم غير حجمه الطبيعي وشكل غير حجمه او شكل غير شكله الطبيعي وده بيبقى عارفها من دراسة المورفولوجي او الشكل الظاهري للنبات يبقى الاعراض المرضية اللي عندي التغير في اللون موت الخلايا والانسجة الزبول والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية طيب المسببات المرضية اللي عندي انا عندي نوعين من المسببات المرضية مسببات بقول عليها مسببات حية والنوع التاني او بقول عليها معدية او ممكن اسميها مسببات طفيلية والنوع الثاني بقول عليه مسببات غير حية طيب المسببات الحية أو المعدية دي بتشمل الفطريات والفطريات بتمثل الجانب الأعظم أو النصيب الأكبر في المسببات المرضية اللي بتسبب أمراض للنبات أو حتى للإنسان والحيوان وبيليها في المرتبة الثانية البكتيريا ثم الفيروسات ثم الطحالب ثم الفيتوبلازمة ثم الأشنات ثم النباتات الزهرية المتطفلة وأيضا حيوان النيماتودة المسببات الحية بتشكل خطورة كبيرة جدا على الاقتصاد القومي ولذلك لا بد من الاستعداد بشتى الطرق لمقاومة هذه المسببات وتقليل ضرارها بقدر الإمكان لكي نحصل على إنتاج أو محصول متميز سواء في الكمية أو في الجودة يعني الكمية طبعا الكواليتي والجودة الكوانتتي فالحاجتين دول لازم يكون عندي محاربة أو بستعد بكل الوسائل لمقاومة المسببات المرضية الحية وأعرف هي الظروف الملامة لانتشارها إيه وأنا بكافح بعمل العكس أو أثناء عملية الزراعة أو حتى أثناء عملية النقل أو التخزين طيب النوع الثاني من المسببات اللي عندي بقول عليها مسببات غير حية أو بسميها مسببات غير معدية أو حتى بيقولوا عليها الأمراض الفيسيولوجية ودي بتبقى نتجة عن التغيرات في العوامل الجوية زي ما انتوا عارفين في فصل الصيف زي ما احنا بنشعر بدرجة الحرارة العالية دي بتسبب لساعات للسمار وأيضا ممكن تؤدي إلى جفاف وموت النباتات نتيجة زيادة كمية النتح وعطش النباتات أيضا نقص العناصر بيؤدي إلى حدوث أعراض مرضية على النبات أو زيادة مستوى الماء الأرضي أو زيادة نسبة الأملح في الطربة كل ده أنا بدرسه ليه أو بستفيد منه في إيه بستفيد منه إن أنا قبل ما أعمل عملية زراعة لأي محصول أعرف إيه هي الاحتياجات السمادية أو الاحتياجات المائية أو نسبة الملوحة أو درجة البي اتش أو نوع الطربة كل ده بيساعدني إن أنا أعمل عكس الظروف الملامة لانتشار المسببات المرضية تعالوا نشوف بقى بالصور مع بعض في شاشتنا المتميزة المسببات الأمراض المعدية اللي هي الطفالية اللي أنا زي ما أنا قلت لكم فيه منها الفطريات وحنوريكم صور لها البكتيريا الفيروسات الطحالب النماتودة الفيتوبلازمة والأشنات والنباتات الزهرية المتطفلة طبعا زي ما انتم شايفين معنا في الصورة هنا دي صورة للنماتودة وطبعا تعرفين النماتودة حيوانات مايكروسكوبية بتعيش في الطربة بجوار جزور النباتات أو بداخل جزور النباتات وهي تعتبر الأفا رقم 2 بعد الحشرات في الخسائر اللي بتسببها للمحاصيل لأنها متعددة العوائل وسعة الانتشار لا ترى بالعين المجردة يصعب تشخيص المرض النماتودة لأنه بتحتاج متخصص فيه تشخيص هذا المرض طبعا هناخد كمان ادي معانا فيديو للنماتودة وبوريكو فيه هنا بورينا في الفيديو ادي الحيوان وادي الطور اليراقي زي ما انتم شايفين وقال لك أنه كل إنسان بالمقارنة بعدد السكان فيه ليه 60 بليون نماتودة بتبقى على نسبة وتناسب بينه وبين الأشخاص زي ما انتم شايفين بتبقى حيوانات مايكروسكوبية بتتكاثر تكاثر جنسي ولا جنسي وبتضع كمية كبيرة جدا من البيض ودورة حياتها بتكون دورة حياة سريعة قد يصل عدد الأجيال مثلا في النماتودة تعقد الجزور من 10 ل 12 جيل في السنة وطبعا بتتكاثر بأعداد ضخمة جدا وبتسبب خسائر فادحة لمعظم أنواع المحاصيل ادي النوع الثاني من المسببات الحية ده الهالوك طبعا انتم عارفين انه ده من النباتات الزهرية المتطفلة اللي بتسبب خسائر فادحة لمحصول الفول والطماطم وده الحمول ده بيصيب البرسيم وبيؤدي إلى تلف المحصول وايضا بيصيب نبات الكتان وده نبات زهري ايضا متطفل تطفل ناقص اسمه نبات العضار ده بيصيب محصول الزرق الشامية وقصب السكر وبيؤدي إلى نقص كبير جدا في المحصول والطحالب بتبع عبارة عن تجمعات من خيوط نباتية بيسميها العامة بريم طبعا تعرفين انه الطحالب فيه منها انواع كثيرة جدا بتنقسم على حسب لون الطحلب فيه منها طحالب حمراء فيه منها طحالب خضراء فيه منها طحالب بنية فيه حاجة بنقول عليها الدياتومات فيه طحالب صفراء كل نوع من الانواع فيه الطحالب الخضراء المزرقة طبعا اللي احنا بنقول عليها السيانو بكتيريا كل نوع من الانواع الطحالب بيبقى ليه اهمية اقتصادية يعني قد تستخدم فيه الغذاء في بعض انواع الطحالب بتستخرج من البحر ثم تنزع الاملاح بتاعتها وتجفف وبيتعمل منها سناكس وبتباع باسمان باهزة وايضا قد تستخدم فيه العزل الحراري في الافران وممكن تستخدم فيه تنمية الكائنات الحياة الدقيقة لانه بيستخرج منها مادة الاجار اللي بتدخل فيه تحضير البيئات الغذائية السيانو بكتيريا ممكن ان هي يتعمل منها لقاح وتبدأ تثبت ازوت الهواء الجوي على جزور النباتات الناجيلية وفي بعض المشاريع القائمة على زراعة الطحالب في مصر وفي الدول المتقدمة عندنا تحلب اسمه الانابينة والسبيرولينا الطحالب دي بتباع باسمان باهزة وبتبقى المواد الاولية او رأس المال بتاعها غير مكلف انت بتعمل صوب واحواض مية وبتزرع الطحالب وبتعمل حركة في الماء بطريقة معينة وبعد فترة بتجمع المحصول بتاعك وبتصدره لشركات الادوية اللي موجودة الشركات العالمية باسمان باهزة التمن فانت بتحقق ذاتك وفي نفس الوقت بتزود الدخل القومي من العملة الصعبة طبعا زي ما انتم شايفين معنا في الصور انواع مختلفة وكثيرة جدا دي الطحالب البنية الخضراء الطحالب الحمراء دي انواع كثيرة جدا من الطحالب طب الاشنات دي عبارة عن ايه الاشنات بتبقى عبارة عن فطريات او فطر وطحلب بيعيشوا مع بعض معيشة تكافلية الفطر بيبقى فيه اشباه جزور وطحلب بيقوم بعملية البناء الضوئي ولكن نموها على الاشجار بيحجب عنها الاكسوجين والضوء وبتؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة جدا وخسار فادحة فيه اشجار الفكهة عموما دي طبعا اشكال مختلفة دي انواع مختلفة من البكتيريا سواء كان بكتيريا عصوية او كروية وادة الطحالب وده النباتات الزهرية اللي ايه المتطفلة الفيروسات طبعا الفيروسات قافت العصر زي ما احنا بنقول وحديث الساعة الفيروس اصغر كائن على وجه البسيطة يعتبر كائن غير مكتمل للتكوين جسمه كله بيبقى عبارة عن غلاف بروتيني وحامض نووي وفي الغالب يكون من احماض الدين لا يستطيع ان احنا ان هو يعيش بمفرده ولذلك بيغزو خلايا الكائن الحي سواء كان كان حي نباتي او كان حي حيواني وبيسبب اضرار وامراض خطيرة جدا يصعب علاجه لانه الفيروس حينما يتمكن من الدخول داخل خلية الكائن الحي بيصعب مكافحته وعلاجه لانه حجمه بينفز خلال الغشاء الخلوي للخلية ولكن الجسم المضاد او المضادات الحيوية لا تستطيع نظرا لكبر حجمها ان هي تهاجمه او تعمله كاتشنج وبعد كده بتلتهم الخلايا البلعمية ولكن هو خارج الخلية بيسهل علاجه وعندما يدخل الى داخل الخلية بيكون صعب جدا في العلاج ودي هي خطورة الفيروس لانه الفيروس لا يستطيع ان ينقسم بمفرده وبالتالي عندما يتمكن من دخول الخلية والسيطرة على النواة يعطيها اوامر مشوهة او اوامر كاذبة بيخليها تنقسم في اوان غير اوانها وبالتالي بيؤدي الى التضاعف اللي احنا بنقول عليه المالتبلاي التضاعف ده بيؤدي الى تدمير المحتويات واستنزاف العضيات الموجودة في الخلية وبالتالي موت الكائن الحي وتدمير الانسجة والاعضاء سواء كان اعضاء نباتية او اعضاء حيوانية وليس من البعيد علينا انه حديث الساعة في هذه الاوانها اللي هو كوفيد ناينتين او المعروف اعلاميا بفيروس كورونا هذا الفيروس كان سبب في حدوث مشاكل كبيرة جدا على الصعيد المحلي وايضا على الصعيد الدولي نظرا لعدم اكتشاف او تأخر في اكتشاف الفكسين او اللقاح الخاص به وبالتالي هذا الفيروس من آن الى آخر عنده قدرة على التحور والتكيف وتغيير الشكل وبالتالي بيكون فيه استمرار فيه استنباط لقاحات جديدة لمقاومة هذا الفيروس الخطير جدا زي ما فيه فيروسات بتصيب الانسان والحيوان اشهر ايضا فيه فيروسات بتصيب النبات فيروسات خطيرة جدا بتصيب النبات وفيه فيروسات ايضا بتصيب الكائنات الحية الدقيقة المسببات تعالوا بقى نستعرض مع بعض المسببات الغير معادية او الغير طفائلية بنقول عليها المسببات الفيسيولوجية دي بتبقى عبارة عن امراض بتظهر نتيجة تأثير عامل او اكثر من العامل البيئية الغير ملامة زي ايه؟ زي ممكن زيادة الرأي او العطش تؤدي لظهور المرض زيادة او نقص العناصر الغذائية تعارفين طبعا انه العناصر الغذائية سواء كانت موجودة في التربة او بيتم تعوضها عن طريق استخدام الاسمدة العضوية او استخدام الاسمدة الورقية او حتى استخدام الاسمدة الكيموية انتوا عارفين انه فيه اتجاه دولي حاليا الى التقليل بقدر الامكان من الاعتماد على استخدام المبيدات الحشرية او المبيدات الكيموية او استخدام الاسمدة الكيموية في زيادة غلط وانتاجية الفدان والناس دلوقتي بتلجأ او بتنادي بالعودة الى الطبيعة والاعتماد على المصادر الطبيعية في انتاج غذاء صحي امن على صحة الانسان لانه كل ما كان المركب كيموي بيلفظه الجسم البشري وبيتعامل معاه على انه هو جسم غريب وبالتالي جهاز المناعة بيتأثر وبيعتبره انتوا عارفين طبعا انه جسم الانسان بيحتوي على جهاز مناعة وجهاز تخزين للسموم او فلطرة للسموم طبعا انتوا عارفين انه الكبد هو اول حاجة بتتأثر بالسموم او بالمركبات الكيموية سواء كان اسمدة سواء كان مبيدات سواء كان هرمونات ايا كان المصدر الغريب اللي بيخش جسم الانسان مع الغذاء اللي احنا بنتناوله ده بيبقى ليه تأثير بنقول عليه تأثير تراكمي او تدريجي على الجهاز الاجهزة الداخلية في الجسم سواء كان الكبد او الكولا وده بيؤدي الى حدوث اخطر مرضين موجودين عندنا في المستشفيات اللي هو الفشل الكبدي والفشل الكولوي الامراض طب انا بعالجها من المنبع المنبع اللي عندي ان انا اتناول غذاء صحي خالي من هذه الملوسات وايضا شرب ماء نظيف خالي من مصادر التلوس المختلفة سواء كانت ملوسات زراعية او ملوسات صناعية او ملوسات ادمية او ايا كان نوع الملوسات الموجودة عندي اتناول غذاء صحي اشرب ماء نظيف وايضا اتنفس هوا نظيف كل هذه العوامل بتؤدي الى تمتع الانسان بالصحة والعافية وتقليل الانفاق على الادوية وعلاج الاشخاص المصابين بهذه الامراض في المستشفيات والعيادات الخارجية يبقى انا بقل الانفاق وباخد هذه الاموال في تطوير مشاريع اخرى وتقليل الانفاق على علاج الامراض المتفشية في المجتمع ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن تسبب امراض للنبات العامل الجوي زي الضوء زي الحرارة العالية او حتى هبوب العواصف والرياح وغيرها من العوامل الجوية او حتى السقيع اللي هي البرودة العالية فيها عندي امراض خطيرة جدا بتسببها المسببات او العامل الفيسيولوجية زي مرض القلب الاجوف والقلب الاسود في البطاطس وده على سبيل المثال وليس الحصر ولسعد سمار المانجو وزبول الاطراف في الموالح طبعا جابلكم صور للقلب الاجوف والقلب الاسود في البطاطس ولسعد سمار المانجو طيب انا عندي بقى المرض النباتي ده او المسببات المراضية دي هل يطرى هي بمفردها بتنتشر ولا في وسائل بتساعد على انتشارها طبعا في عندي وسائل كثيرة جدا بتؤدي الى انتشار المسببات المراضية اول حاجة عندنا من هذه الوسائل اللي هي الرياح الرياح طبعا بتؤدي الى حمل جراسيم الفطريات والاجسام الحجرية وحتى المسببات او المسبب المرضي نفسه خفيف الوزن من مكان مصاب الى مكان سليم وايضا بتؤدي الى نقل بزور الحشائش او بزور النباتات الزهرية المتطفلة المياه اثناء جرايان المياه الرياح بتنقل المسببات المرضية من المكان المصاب الى المكان السليم زي مثلا مرض تصمغ الموالح او الندوة المتأخرة في البطاطس والتماطم وايضا مياه الامطار بتؤدي الى سقوط جراسيم الفطر اثناء نزول المطر على النبات طبعا جراسيم الفطر بتبقى غير مرئية وبتبقى منتشرة في الهواء فهي بتسقط مع كطرات مياه الامطار على النبات وتؤدي الى دخوله الى داخل الانسجة النباتية وحدوث العدوى او بنقول عليها الانفكشن او العدوى ايضا من ضمن عامل امتشار الامراض اللي هي مياه النادى ودي طبعا بتكون موجودة في الصباح الباكر وبتسبح فيها جراسيم المسببات المرضية زي مرض البياض الزغبي ومن ضمن وسائل امتشار الامراض ايضا الحشرات طبعا تعرفين ان الحشرات بتنقل جراسيم المسببات المرضية على جسمها من مكان مصاب الى مكان سليم وايضا قد تحدث جروح في النبات وعن طريق اجزاء الفم القارضة بتؤدي الى دخول او سهولة دخول للمسببات المرضية وايضا عن طريق الحشرات زي اجزاء الفم الساقب الماص بتؤدي الى نقل اخطر الامراض اللي هو الامراض الفيروسية بتساعد على دخول المسبب المرضي داخل النبات المصاب من ضمن ايضا الاشياء اللي بتساعد على انتشار المسببات المرضية التقاوي لو انا بدأت المحصول بتاعي بتقاوي مصابة والتقاوي مش مقصود بها البزرة فقط لا ده التقاوي كل ما يستخدم في اكسار المحاصيل سواء كان عقل سواء كان تطعيم سواء كان خلفات سواء كان فسائل سواء كان ضرانات ايا كان جزء النباتي اللي انا هعمل بيه عملية التقاصر لازم يكون خالي من المسبب المرضي وبالتالي هحصل على نبات خالي من الاصابة ايضا من ضمن الاشياء اللي بتساعد على انتشار المسببات المرضية السماد البلدي او المخلفات السمادية زي الكمبوست لو كان خالي من بزور الحشائش لو كان خالي من المسببات المرضية بالتالي لما اضيفه الى التربة كسماد مش هيزود او حيؤدي الى تقليل انتشار المسببات المرضية المختلفة سواء كانت مسببات بكترية او فطرية او نيماتودة او ايا كان المسبب للمرضي ايضا من ضمن الاشياء اللي بتساعد على انتشار المسببات المسببات المرضية الطيور الحيوان الانسان المخلفات النباتية وايضا ادوات الخدمة ادوات الخدمة سواء كانت جرارات الزراعي او المحرات الزراعي او ايا كان اداة الخدمة اللي موجودة عندي لازم تكون نظيفة وخالية من المسببات المرضية طب حده هيسألني يا دكتور طب انت ليه بتقولنا الحاجات دي انا استفيد ازاي من ليه انا بدرس عوامل انتشار المسببات المرضية لاننا علشان اكافح المسبب المرضي لازم اكافحه من المنبع لازم اكافحه من البداية لانه المكافحه لما بتكون من البداية بتكون زات بتدي نتائج فورية ونتائج سريعة ايضا بتكون غير مكلفة وبتكون سهلة في الاجراء كل العامل دي بتؤدي الى تقليل النفقات او تقليل تكاليف المقاومة والعلاج وبالتالي بتزود عندي الدخل القومي كل ما كان الاكتشاف مبكر للمسبب المرضي كل ما كان نفقات المكافحة بتكون اقل وبالتالي مش بتحقق عندي خسائر في المحصول تعالوا نستعرض مع بعض على الشاشة ادي الرياح المياه الحشرات التقاوي السماد البلدي والتربة والمخلفات النباتية وادوات الخدمة والعملات الزراعية والحيوانات والطيور والانسان وكنا برضو حابين نقول لكم علاقة الامراض بالبيئة ايه هي الحاجات اللي بتساعد على انتشار المسببات المرضية سواء كان الحرارة حرارة جوية او حرارة التربة او رطوبة سواء برضو كانت رطوبة جوية او رطوبة التربة وايضا الضوء وايضا كل العوامل البيئية او البي اتش او نوع التربة طبعا كل حاجة بدرسها علشان اشوف المسبب المرضي اللي عندي بيولام انتشار وايه واعمل عكسه في الظروف البيئية وبالتالي المسبب المرضي اعداده بتقل وقد يؤدي الى اختفاءه من المكان اللي موجود فيه بصورة تامة وبتكون تربة خالية من المسببات المرضية او مخزن خالي من المسببات المرضية او منزل خالي من المسببات الايه المرضية تعالوا نستعرض مع بعض طرق المكافحة انا عندي درست طرق كثيرة جدا ودايما في الوقت الحالي الناس بتفضل الابتعاد بقدر الامكان عن استخدام المكافحة الكيموية وبالتالي بابدأ بالتدريج كده اشوف المسبب المرضي يصلح لعلاجه ايه وابدأ معامل البداية انا عندي اول حاجة الطرق التشريعية يعني طرق تشريعية اعزائي المشاهدين الطرق التشريعية بتبقى عبارة عن قوانين الدولة عاملها الدولة بتصدرها هذه القوانين من شأنها لو طبقت بطريقة صحيحة وطريقة حازمة بتؤدي الى تقليل انتشار المسببات المرضية سواء داخل الدولة الوحدة او بين الدول وبعضها اللي انا بقول عليه الحجر الزراعي يبقى المقصود بالحجر الزراعي منع انتقال المسببات المرضية من مكان مصاب لمكان سليم لو كان حجر بين الدول بقول عليه حجر الزراعي خارجي لو كان بين دولة واخرى بقول عليه حجر او بين داخل الدولة بين مدينة واخرى بقول عليه حجر الزراعي داخلي خلي بالكواب أنا ليه بدرس الحجر الزراعي لأن أنا عندي مشكلة خطيرة جدا في الاقتصاد القومي اللي هو الدول لما بتفرض على المنتجات المصرية حجر زراعي ده بيؤدي إلى تحقيق خسائر عايز أقول لكم فادحة للمصادرين وأيضا لأصحاب المزارع لأنه لما بيخدموا من المنتج الزراعي اللي عندي عينة ويكتشف أنه في هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المنصوصة عليها في شروط التعاقد ده بيؤدي إلى رفض الشحنة وبالتالي بترجع الشحنة عندي أو بيتم إعدامها وعلى نفقات الخاصة أيضا أو على نفقها الخاصة للمصادر أو اللي هو صاحب المزارع وبالتالي خسائر على كل الأصعادة مما يؤدي إلى نقص الدخل القومي في النهاية أنا ليه بدرس الحاجات دي؟ علشان أتلافى أو أتفادى حدوث هذه الخسائر في النهاية من ضمن الطرق أيضا اللي بستخدمها في المكافحة طرق الزراعية طرق الزراعية هي عبارة عن عمليات زراعية عشان كده سموها طرق الزراعية العمليات دي لو تم إجراءها في المعاد المناسب وبالطريقة الصحيحة المنصوصة عليها ده بيؤدي إلى تقليل انتشار المسببات المرضية بصورة واضحة وبصورة ملحوظة من ضمن الطرق أيضا اللي بتستخدم في مكافحة المسببات المرضية أو مكافحة أمراض النبات اللي هي الطرق البيولوجية ايه الطرق البيولوجية دي؟ يعني بستخدم كائنات حية بتسبب أمراض للمسبب المرضي وبالتالي بيتقل عداده وبالتالي بيتلاشى من المكان اللي موجود فيه أو بيختفي بالتدريج وبالتالي النبات اللي عندي بيكون نبات قوي وبيينمو نموه طبيعي وبيديني محصول أكبر تعالوا نستعرض مع بعض بقى في الشاشة الطرق اللي عندنا ادي الطرق التشريعية وادي الطرق الزراعية وادي الطرق البيولوجية والطرق الكيموية والفطريات والأمراض اللي بتسببها طبعا دي عندنا أشكال مختلفة من الفطريات سواء كان فطريات أسكية أو فطريات زيجية أو فطريات بيضية أو بيزدية أو حتى فطريات ناقصة اشكال مختلفة سواء كان فطر وحيد الخلية او فطر عديد الخلية تعرفين طبعا ان الفطريات قلنا بتحتل نصيب الاسد من الامراض اللي بتسببها للنبات والانسان والحيوان احنا هنركز بقى على الطرق الحديثة اللي هي الطرق البيولوجية زي ما قلتلكم بتعتمد المقامة البيولوجية على استخدام الكائنات الحية الدقيقة في القضاء على المسببات المرضية الموجودة في التربة او تقليل ضررها وعناصر المقامة البيولوجية استخدام فطريات التضاد دي بتفيد في مقامة عفن البزور وزبول وموت البادرات استخدام بكتيريا التضاد بتفيد في مقامة النيماتودة واستخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج واستخدام الفطريات في مقامة النيماتودة ايضا سواء كان فطريات صائدة او متطفلة على البيض او على الحيوان الكامل أو ممكن أعمل تغيير لظروف التربة علشان تكون أكثر ملأمة للنبات وأقل ملأمة للكائنات الممرضة طيب المقاومة الكيموية طبعا لا يغنى عن استخدامها ولكن احنا بنقلل من الاعتماد عليها بقدر الإمكان بتحتل المراكبات الكيميائية أو الكيموية مركز الصدارة بين باقي طرق المكافحة لأسباب كثيرة جدا اللي هي بتكون سريعة التأثير فعالياتها بتظل لفترة طويلة وبيبقى فيه سهولة في تنفيذها وإجراها والمقصود باستخدامها أو بالمكافحة الكيموية استخدام مركبات كيموية يمكنها أن تقلل أو تقتل أو حتى تمنع نموه وتجرسم الطفائليات الممرضة للنبات وبتسمى المركبات الكيموية المؤثرة على الطفائليات الممرضة للنبات بالمطهرات الكيموية أو بقولوا عليها المبدات الكيموية وبتنقسم عندي لقسمين مطهرات سطحية يعني بتغضي على المسبب المرضي الموجود على سطح العائل وبتعتبر مركبات وقائية زي مركبات الكابريت والنوع الثاني اللي هي المركبات الكلية أو الجهازية ودي بتبقى جهازية يعني علاجية وبتصل إلى أنسجة العائل الداخلية الأمثلة اللي عندي كثيرة جدا منها المضادات الحيوية اللي يحملون عليها الأنتي بيوتكس والمبدات الجهازية المختلفة عندي خامس طريقة من طرق المكافحة ودي طريقة حديثة جدا طريقة متطورة مراكز الأبحاث المختلفة والجامعات بتعكف على استنباط أو زيادة مقاومة النبات أو العائل للمسبب المرضي عن طريق معاملة هذا العائل أو منتجاته بعوامل مختلفة سواء بالحقن المسبك للعوامل الحيوية أو مركبات كيميائية أو حتى تعريضه لسلالة ضعيفة من المسبب المرضي وبالتالي بيكتسب هذا النبات المناعة وقد تكون هناك ظروف معاملة جوية زي تعريض قمح الشتوي مثلا للبرد الشديد لمقاومة النماتودة والعفان عناصر كثيرة أو ممكن أحقن النبات بمادة معينة زي مادة البيون مثلا كل العوامل دي أو كل المركبات دي بنقول عليها طرق استحساس المقاومة الطبيعية في النبات يعني بالبلد كده بنقول عليها بتزود إزاي إن أنا أزود مناعة النبات لمقاومة المسبب المرضي يبقى المقاومة المستحسة يدفع النبات لكي يكون مقاوم للمسبب المرضي أو يبقى عنده سرعة رد فعل عندما يهاجمه هذا المسبب المرضي ويقضي عليه أو يحصره في مكان معين وأنت عارفين إن مقاومة النبات اللي عندي بتبقى نوعين تركبية وكيمو إيه حيوية والمقاومة المستحسة أنت عارفين إن أنواع نوعين مقاومة مستحسة جهازية ومقاومة مستحسة مكتسبة يبقى المقاومة المستحسة يدفع النبات إلى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وصرعة رد الفعل عند حدوث الإصابة وأنواعها نوعين جهازية ومكتسبة تعالوا بينا أعزائي المشاهدين نستعرض مع بعض الجزء الثاني من الحلقة اللي هو علاقة علم الأحياء بالأفات الزراعي طبعا الآفة معروفة طبعا أي حد من المشاهدين يقدر يذكر لي تعرفها بدون حتى ما يكون عارفة أي آفة يقولك ده آفة في المجتمع أو آفة اقتصادية أو آفة ضارة مقصود بها أي كان حي بيسبب أضرار للإنسان وممتلكاته أي كان حي بيسبب أضرار للإنسان وممتلكاته وانتوا عارفين أنه الآفات اللي موجودة في الكون كله ثلاث أنواع إما آفة نباتية أو آفة حيوانية أو آفة حشرية طيب حد يقول يا دكتور طم هو الحشرات هي هي تبع المملكة الحيوانية آه كلامك صح ولكن الحشرات بتمتاز بصفات آه بتخليها تاخد صف مختلف عن صفوف المملكة الحيوانية اللي احنا بنقول عليه كلاس انسكتا أو صف الحشرات نظرا لوجود صفات عامة موجودة في الحشرة غير موجودة في بقية المملكة الحيوانية زي إيه زي أنه جسمها بيكون متكون من ثلاث مناطق آه بنقول عليها رأس وصدر وبط المنطقة الرأس بتحمل زوائد معينة اللي هي قرون للسشعار أجزاء الفم والأعين سواء كان أعين بسيطة أو أعين مركبة ومنطقة الصدر بتكون متقسمة لثلاث حلقات حلقة صدرية أولى وتانية وتالتة كل حلقة من هذه الحلقات الصدرية بتحمل زوج من الأرجل المفصلية وده اللي بيميزها عن بقية أفراد المملكة الحيوانية اللي هي احتواء الصدر على ثلاثة أزواج من الأرجل يعني ستة أرجل أي كان حي بخلاف هذا العدد من الأرجل يعتبر أوتوماتيك تابع المملكة الحيوانية وليس تابع الحشرات وأيضا الحلقة الصدرية التانية بتحمل الزوج الأول من الأجنحة والحلقة الصدرية الثانية أو الثالثة بتحمل الزوج التاني من الأجنحة وفيه قد يغيب هذا الزوج في بعض الحشرات زي الزبابة المنزلية أو البعوض أو الهموش ولذلك بتسمى بذات الجناحين أو أردر ديبترا والبطن بيكون مقسم إلى 11 حلقة بتحمل في نهاية هذه الحلقات قرون الشراجية وأيضا عضاء التناسل المختلفة يبقى احنا عرفنا يعني آفة وعرفنا أنواع الآفات آفات حشرية ونباتية وحيوانية الآفات الحيوانية طبعا زي الأقاروسات والنماتودة وبعض أنواع القوارض والطيور هناخد بقى برضو طرق المكافحة للآفات زي ما أخدنا في الأمراض طرق المكافحة الأمراض أيضا هنا برضو ناخد طرق مكافحة بس بنقسمها تأسيم مختلف شوية في الأمراض قلنا مكافحة تشريعية زراعية بيولوجية كيموية وطرق استحساس المقاومة وكيموية طبعا هنا هنقسمها لقسمين مكافحة طبعية ومكافحة تطبيقية طبعا المكافحة الطبعية لا دخل للإنسان في إجراءها تماما هذه المكافحة بتبقى عوامل طبعية من قبل المولى سبحانه وتعالى بتؤدي إلى تقليل أعداد الأفات سواء كان أفات نباتية أو حشرية أو حيوانية هذه العوامل عندي أربع حاجات اللي هي العوامل الجوية والعوامل الطبغرافية اللي أنا بقول عليها التضاريس والجبال والهضاب والبحار والبحيرات كل دي بقول عليها عوامل طبغرافية أو جغرافية وعوامل الطربة وعوامل الغذاء وأيضا هناك عوامل حية طبيعية زي استخدام المتطفلات أو المفترسات أو مسببات الأمراض في تقليل أعداد الأفات وحدوث البلانس أو بنقول عليه التوازن الطبيعي بين الأفات وأعداءها الحيوية أنتم عارفين من بداية استخدام المبادات في الستينات تم اختراع المبادات لمقاومة الأمراض اللي بتصيب الإنسان وخصوصا كان مرض اللي هو التيفوس اللي بتصيب الإنسان عن طريق نقله لحشرة القمل هذا المرض كان منتشر فيه أثناء الحرب العالمية التانية وأدى إلى وفاة أعداد هائلة من الجنود كان الجنود فيه المعارك اللي بيموت من المرض أعدادهم أكتر من اللي بيموت بالمدافع والرصاص ولذلك اخترعوا مبيد اسمه DDT أو دال دالته باللغة العربية هذا المبيد أدى إلى حدوث موت لأعداد كبيرة جدا من الأفات الحشرية اللي بتنقل هذا المرض وقالوا طب ليه من استخدموش في المجال الزراعي فبدأ يتطبقوا على المحاصيل وأدى أيضا إلى التغلب على عداد كبيرة جدا من الأفات ولكن بعد فترة هذا المبيد تم حدوث أو تم إنتاج سلالات مقاومة من الأفة لهذه المبيدات وبالتالي بدأت تتحمل المبيدات فأنا عندي خيارين لإما أغير المبيد لإما أزود السمية والخيارين دايما بيكون أحلاهم مر زي ما احنا بنقول لأن السمية بتؤدي لزيادة التلوث والتغيير المبيد بيؤدي إلى إنتاج مبيد أكثر سمية من المبيد اللي تم إنتاجه في القرب والدول المتطورة أو الدول المتقدمة عملت بلاكليست كده أو قائمة سوداء للمبيدات والدرجة فيها كل المبيدات اللي بتسبب السرطانات والفشل الكلوي والفشل الكابدي أو المبيدات الضارة بالغلاف الجوي اللي هي بتعمل تغيير في الإيكولوجيا أو بنقول على النظام البيئي لأنه أنتوا عارفين أنه المبيد بيموت الآفة وأيضا بيموت معها العداء الحيوية اللي ربنا خلقها علشان أصلا دورها أن يتقلل أعداد الآفات وأنا حواريكم دلوقتي فيلم معنا بيورينا إزاي ربنا عمل بالانس أو توازن بين الآفة وبين أعدائها الحيوية المكافحة التطبيقية للآفات بتشمل الطرق التشريعية لقوانين بتصدرها الدولة بهدف منع انتشار الآفات أو تقليل ضررها أو حتى القضاء عليها اللي بيخالف هذه التعليمات أو هذه القوانين بيعرض نفسه للغرامة أو للحبس أيهما أقرب ولكن لا بد من تطبيق فعلي وحاسم لهذه القوانين لنقلل من أعداد الآفات اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية والمكافحة الزراعية أيضا لها عناصر كثيرة جدا والمكافحة الميكانيكية بتدم بأدوات معينة هذه الأدوات قد تكون مصائد قد تكون اليد قد تكون شباك أي أن كان نوع هذه الأدوات المكافحة الكيموية الميكانيكية بتتم بعد حدوث الإصابة الفعلية بالآفة والمكافحة الحيوية التطبيقية طبعا بتعتمد على استخدام الأعداء الحيوية وأنا جاء زي ما وعدتكم وجابلكوا فيلم معانا لمعظم الأعداء الحيوية اللي بتتغذى على الآفات الضارة زي ما انتوا شايفين معانا في الفيلم هنا دي حشرة أبو العيد زو الأحد عشر نقطة وهي بتفترس حشرة المن وهنا عندنا برضو أسد المن أيضا بيفترس المن وهنا أيضا زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو هادي أسد المن بيفترس المن زي ما انتوا شايفين معانا طبعا تنوع هائل في هذه الحشرات ليفترس أعداد كثيرة جدا وهادي بيفترس العنكبوت الأحمر طبعا دي قافة حيوانية تنوع هائل أنواع كثيرة جدا عندي من المتطفلات رد بزات الجناحين وغشائية الأجنحة بتفترس أعداد هائلة من الحشرات وأيضا طبعا مالك المفترسات وحناخد له فيديو إن شاء الله في الحلقة المقبلة اللي هو فرس النبي أو بقوله عليه الصرعوف بيفترس أعداد هائلة جدا من الحشرات وحتى الحيوانات زي ما انتوا شايفين أسد المن أهو بيفترس أفراد أفراد المن طبعا زي ما انتوا شايفين معنا أعزائي المشاهدين تنوع هائل في العداء الحيوية وممكن حضراتكم تعملوا هذا المشروع في المعامل أو في المنازل وبتباع هذه العداء الحيوية بأموال هائلة بكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة